هنبتدي ببرج الحمل نبتدي ببرج الحمل يا مولود الحمل الفلك مش بيدي لك هدية واحدة بس ولا بشارة واحدة فيه اكتر من هدية ممكن يديهي لك الفلك على كافة الاصعيدة سواء صحيا او اجتماعيا او على مستوى المهنة عندك شراكات جديدة مع جهات نافذة ممكن تفتح لك ابواب حلوة جدا جدا فانا شايف ان المولود الحمل من اكتر الابراج اللي عندهم بشارات من الفلك لكن ليه نصيحة بسيطة عايز اقولها المولود الحمل اعقل وسيطر على انفعلاتك لان مولود الحمل معروف انه متسرع سويا وفي حاجة تانية عايز انصحه ما تديش وعود يا مولود الحمل مش هتقدر تنفذها ومتحكم في غضبك ولا تعد بما لا تستطيعه بالضبط لكن انت عندك على اكتر مولود هو مولود الحمل اللي عنده لانجابتر اللي هو كوكب الحزوز الكبرى قاعد في برجه فانت ما عندك بشارات على صعيد مهني على صعيد صحي على صعيد عاطفي على صعيد اجتماعي وفي شخصية نافذة ممكن تساعدك جدا على تحقيق او تعمل معاك شراكة معينة على تحقيق طموحك مولود التور الحلو بقى عندك او البشارة الحلوة ان انت هتكشف خديعة كانت ممكن تكون في حياتك او هتكتشف اطماع ناس كانت فيك يا مولود التور فحتقدر تحط لهم حدود وحتكتشفهم بمنتغ السهولة يعني التور كشف المسطور وفي شفاء من اعراض صحية كانت انتبته مؤخرا عنده تعافي من اعراض صحية لكن انا عايزة اقول للمولود التور برضو نصحتي بحاجة انك في اي موضوع تدخل فيه استشير زوي الخبرة بلاش تعتمد على دماغك وقراراتك او حدثك لا استشير زوي الخبرة قبل ما تاخد اي خطر يا مولود التور ما خابة ما نستشور بزبط مولود الجوزاء انتي تور سارة سارة جميلة مخرجتنا جميلة يا ريت تستشير قبل ما تاخد اي قرار مولود الجوزاء عنده تحقيق اهداف عن طريق ايه؟ عن طريق سفر عن طريق تجارة عن طريق تسويق عن طريق بيع وشراء فانت عندك بشارة فتحقيق اموال او ارباح او مكاسب سفر حيحقق لك مكسب دراسة معينة حتحقق لك مكسب بيع وشراء حيحقق لك مكسب تسويق وعندك اللي بيشتغلوا بياخدوا الرواتب عندهم زيادة في الرواتب ممكن يحصل لان الجوزاء هواقي زي الشمس اللي في الدلو فانا شايفة ان عنده حاجات حلو عن طريق لانا قلتها يعني الفلوس الجوزاء اه مكاسب وارباح بس عن طريق الحاجات لانا قلتها وخصوصا الصفر الصفر عنده فيه يعني حلو طيب خلينا اقول بقى برضو بنصحه بايه؟ انا عايزة اقول لك بلاش تدخل في اي علاقة عشوائية الفترة دي جوزاء ادرسها كويس العلاقات العشوائية ممكن تدي لك فرحة مؤقتة ومزيفة يبقى ما تفرحش بالفرحة المؤقتة يعني مزيفة اه فالعلاقات العشوائية في حياتك تدرسها كويس تأذي تأذي السرطان اجمعوا بقى كل السرطان وده السرطان عنده فرص نجاح مهني كبيرة جدا جدا لكن عن طريق يعني هيحدث تغيير في مهنته عن طريق علاقاته واتصالاته علاقاته واتصالاته بتين حيوفروله نتاج إجابية كبيرة جدا فيحاول يركز جدا يجمع حوالي كده يعني او يركز في علاقاته او اتصالاته عشان هيحقق من وراها نجاح مهني كبير يبقى السرطان عنده نجاح مهني اه نصحتي بقى يعمل في كتمان على قد ما يقدر لان التركيز عليه جامد في كتمان وسرية على قد ما يقدر جري على شمعتك يعني اه لانه الفترة دي عاليه تركيز جامد جدا وبلاش يتشبس برأيه في اي موضوع يخليه مرن شوية وما يعنيتش في اي حاجة محتاج المرونة الفترة اللي جاي كن مرن بالزبط والعين عليك انا شاشة موبايل الكسر تفتكي ده جوسي اه خلي بالك خلي بالك صعبة جدا انا شاشة موبايل الكسر في اليام الصعبة دي صعبة اه لا فيها مع ال طي ايه اللي بعد صحبان صدية الاسد موروض الاسد الفلك بيهديلك حاجة حلوة جدا عندك ارباح عن طريق صفر زيك زي الجوزاء وفيه برضو انا شايفة ان الدراسة العمل والدراسة والصفر والمهنة بتلهيك عن الامور العاطسية بس هتحقق عن طريقهم ارباح كبيرة جدا وصفر هيحققلك زي ما نقول ايه اللي هي حاجة معنوية او مالية مش مش شرط معنوية بس يا اما عندك مكسب معنوية او معنوية الصفر هيحققه يعني عارف انت لما تكوني بتسافري عشان تغياري جاوة او تشحني بطاريتك هنا سبع طريق او اللي يطلع عمراء فيه حاجة فيه صفر معين حيديك هيفرحك من ناحية مالية او من ناحية المكسب ما بين الاتنين يعني طيب انا عايز اقول حاجة وفيه شخصية هتساعد مولود الاسد في تخطي مرحلة معينة فيه شخصية هتلعب دور في حياة مولود الاسد هيتخطى بيها ازمة معينة انا بس بنصح بلصح الاسد بقى نصيحتي ليه اقاعك سريع شوية حاول تهدي من اقاعك ورتمك كده سواء في ردود فعلك او في افعالك لو فعل او رد فعل ايه ده كده وهدي اقاعك شوية هالهدوء يا مولود الاسد العزراء بقى انا شايف ان العزراء عنده العزراء مفيدة منشة المفيدة ومفتقدانها النهاردة ان شاء الله تبقى معنا يوم السابق ان شاء الله انا شايف ان العزراء عنده مكسب من مشاريع خاصة او شغل حر الفترة دي الفلك بيديلك مكسب من مشاريع خاصة او من شغل حر بالنسبة لك لكن انا شايفة ان العزراء ممكن يدخل في توطر عاطفي مع احد موليد الحمل او الاسد او العقرب هيحصل انفراج لكن هو محتاج يبزي المجهود عشان يسوي الامور مع التلات ابراج دول يعني البشارة الحلوة البشارة الحلوة اللي بيديلك الفلك ان انت عندك مكسب من شغل حر او شغل خاص او مشروع بتاعك يعني عنده مكسب مالية وتسويات عاطفية لكن يخلي باله من التوترات العاطفية الممكن تحصل مع الحمل او الاسد او العقرب فيهدى شوية لكن ان شاء الله هيحصل تسوية بس محتاجة منه بزل مجهود ان شاء الله ترفع معنوياته من اول وجديد الميزان انا شايفة ان الميزان عنده حلول مالية وانفراجات قضائية وقانونية يعني فلوس حلوة في تسويات مالية حلوة جدا عند الميزان وفيه انفراجات في حاجة قانونية او قضائية او موضوع كان معلق حيتحل وحيريح الميزان بشكل كتير لكن انا عايزة اقول للميزان حاجة فيه بعض نقط ضعف عندك او بعض النواقص اعمل على اشتغل عليها او كملها علشان ما تقفش عائق وتكملها بعيد عن التشنج والعصبية يبقى عندك انفراجات لكن قبل عن التشنج والعصبية وتحاولت زي البازل كده فيه بعض النواقص او اشتغل على نفسك شايفيه بعض نقطة ضعف اللي انت مقصر فيها مهنيا او عطفين يعني مثلا نقول الزوج اللي مثلا مشغول جدا في شغله وما بيمهمل البيت والاولاد دي نواقص برضا فيحاول يغطيها عشان ما تكبرش وتعمل مشكلة لو غطيت النواقص دي واشتغلت على نقطة ضعف دي الميزان دنيا هتبقى زي الفل جميلة الميزان وازن امورك واشتغل على نقطة ضعفك بالضطط العقرب بقى اه احمد فاروق ميزان من شليك يا احمد اه العقرب بقى ما عنده كمان ميزان العقرب عنده مسألة شخصية او عائلية او صحية كانت الفترة الاخيرة واخد كل اهتمامه يا صحيته يا صحيته يا صحيت حد قريب منه جدا حد ملتصق بيها قريب منه جدا او مسألة شخصية او عائلية كانت واخد كل اهتمامه وكاد شغلية المسألة دي هتتحل وحيتطمن بصدد الموضوع ده ليه كانت شغلية مسألة شخصية أو عائلية أو صحية إما تخصه هو كشخص أو حد قرائب من الجد كانت واخدة معظم اهتمامه وشغلية وعملاله إرباك فهو عنده انفراجة يعني دي أيام الاتمئنان والانفراج إن شاء الله الفترة اللي جاي بقى النص التاني اللي وإحنا بنتكلم فيه ده من فبراير فالفلك بيدي لك حلول فالحاجة اللي كانت مستحوزة على كل اهتمامك وتفكيرك وتوترك فيه انفراج كبير فيه استقرار كمان عند العرب يبقى العرب استقرار وانفراج يعني واتمئنان دايماً بدي أنا كده شارط في النص أو تحذير في النص العقرب بقولك بقى خلي بالك وركز جداً على العلاقات اللي هتظهر لك فجأة في حياتك ركز فيها وما تديهاش الأمان بسهولة يبقى ما تديش الأمان للعلاقات اللي هتظهر فجأة دلوقتي مولود القوس بقى عنده حلوة عنده فرصة لتولي مسئولية أو منصب جديد هتتطلب منه الكثير من التركيز والالتزام فجهز نفسك كده يا قوس لمسئولية جديدة شغل جديد منصب جديد قوس مجدة زكي وفيه شراء لأصل ثابت أو حاجة تقيلة عندك لكن الشراء الأصل الثابت ده هيحصل بعد الأوراق أو العقود هتاخد وقت شوية أو مماطلة أو تأخير شوية بس فيه شراء لحاجة برضو كان نفسه يجيبها من زمان أو يحصل عليها ممكن يمضي العقد ده بتاع حاجة بس أنا عايزة أقول للقوس برضو حاجة التحذير اللي بقوله قوم بعض الأفكار التشاؤمية اللي ممكن تجيلك كده ابريناون دان يعني اللي هو إيه بعد عن التشاؤم؟ شوية فيه شوية بعض أفكار تشاؤمية ممكن تجيلك أو سودوية كده شوية ابعدها حاول تقاومها شوية الجدي الجدي عنده حدث عائلي هيغير مصير بعض موليد الجدي الحدث العائلي ده ممكن يكون زواج حامل خطوبة في حدث كده هيحصل عندك الحدث ده هيبسطك جدا لكن في نفس الوقت هيسحب منك شوية مجهود أو توتر عارف أنت مثلا ما يكون حد ده حيدخل على زواج أو ارتباط أو خطوبة أو حمل بتبقي فرحانة بس بينتبق جزء من المسؤولية الخوف التوتر أو الخوف فأنت فيه حدث حلو هيجي لبعض موليد الحمل الجدي الجدي هيعمل لهم هيغير مصير هتحس كده أن انت داخل على مرحلة جديدة زي الخطوبة أو الزواج أو الحمل الجدي عنده تغيير مصير بس هو الحدث ده عائلي مش مهني تغيير مصير حاجة عائلية أو حاجة شخصية مش مهنية وخليني أقول برضو الشرط اللي بحطه أنت فيه هتضطر أمام الحدث ده تقدم بعض التنازل أو أنك تبادر أنك تبتدي بقطوة معينة مع الحدث ده الدالو الدالو عنده عملية بيع وشيرة مهمة جدا الفترة اللي جاية ورجوها مستحقات لي كان بيعافر عليها من فترة استحقات لي بيعافر عليها هيحصل عليها أخيرا هيحصل عليها وفيه حيتم عملية بيع أو شيرة حتفيده بشكل كبير جدا أهم حاجة أنا مش يعني إن كانت البيع والشيرة أو الشيء ده يعملوا لو كان ابتدى فيه من قبل كده مش عايزة يبدر بشيء جديد الفترة دي ما تبدرش بشيء لكن لو حاجة كنت بتشتغل عليها بقى لك شهور والقرار فيها لا اشتغل عليها وفيه عندك عملية بيع وشيرة وفيه ما تبدرش بشيء جديد يا دالو اشتغل عليها